في أوج زخم ثورة تشرين يحتدم صراع النفوذ الأمريكي الإيراني على العراق وبينما يرسم العراقيون بتظاهراتهم خطاً وطنياً لعراق خال من التدخلات الأجنبية يصل الأمريكيون والإيرانيون إلى مرحلة الصدام المباشر الذي بلغت ذروته في قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومعه نائب هيئة ميليشيا الحشد أبو مهد المهندس وعدد من قيادات الميليشيات تقاطع مصالح المحتلين ووصوله إلى حد تنازع النفوذ وإن كان ذا تأثير على الساحة العراقية فإنه بلا شك يعطي ثورة تشرين دافعاً للمضي إلى الأمام في ظل تخلخل النسيج الحكومي الفاسد عبر استثمار هذا الضعف في صياغة مشروع وطني يكون بديلاً مرضياً لشعب العراقي عن حكومات الفساد مقتل قاسم سليماني جاء بعد سلسلة استهدافات أمريكية لأهم مواقع ميليشيات الحشد وتكبيدها خسائر على المستوى السياسي والعسكري يتزامن ذلك مع عمليات القمع التي تقوم بها تلك الميليشيات ضد المتظاهرين ولقاسم سليماني دور بارز في إدارة المعركة ضد متظاهر ثورة تشرين حيث كان قبل أسابيع من مقتله في بغداد يرأس خلية أزمة تدير عمليات اغتيال المتظاهرين والناشطين ساعة أربعة ونص احتفالات بمقتل سليماني الفرحة العفوية التي جسدها المتظاهرون بخلاصهم من رأس المشروع الإيراني في العراق يكشف عن مدى الإجرام الذي كان يرتكبه ضد أبناء العراق المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي جون بولتن يرى أن مقتل سليماني يمثل بداية لنهاية المشروع الإيراني وهذا التصريح يدل على أن هذه العملية ليست النهاية للضربات الأمريكية التي تستهدف الميليشيات كل هذه الأحداث تؤكد للعراقيين أن رهانهم الحقيقي يجب أن يكون على مشروعهم الوطني المنبعث من أهداف ثورة تشرين ولا منقذ للعراق من التبعية والفساد الداخلي إلا نظام سياسي بعيد عن الأجندات الخارجية ويحمل هموم الشعب بكافة أطيافه اشتركوا في القناة